موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهد اكرام الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين الحوثيون يجبرون الطلاب على زيارة اسبوعية لقبر في صنعاء الشرط الوحيد لمدرب المنتخب اليمني لا سفر الى اليمن ومن البي بي سي مدراء يتقاضون ما يعادل راتب موظفيهم السنوي في يوم واحد الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف العربي في صنعاء خلقت تباينا بين المواقع الاخبارية اليمنية في طريقة تناولها وقد اكتفت المواقع بالحديث عن مواقع حوثية تتعرض للقصف بما ابدت بعض التقارير قلقها من وقوع ضحايا مدنيين ونطالع من موقع يمن مونيتور التحالف يستأنف قصف مواقع يعتقد انها لمسلحين حوثيين في صنعاء وقال الموقع ان مقاتلات التحالف العربي استأنفت قصف مواقع يعتقد انها لمسلحين حوثيين في مناطق متفرقة بصنعاء وكانت ضربات التحالف الذي تقوده السعودية قد توقفت عن استهداف اماكن في صنعاء منذ اغسطس بهدف اتاحة الفرصة لجهود السلام الاممية وقال سكان ليمن مونيتور ان مقاتلات التحالف شنت ما لا يقل عن خمس غارات على مواقع متفرقة من العاصمة الصنعاء دون التمكن من معرفة ما احدثته تلك الغارات من خسائر وبحسب السكان فان الغارات الجوية استهدفت كل من مقر الفرقة الاولى مدرع ومطار صنعاء الدولي ومنطقة عصر والحصبة وفي وقت سابق اعلن التحالف عن عملية عسكرية نوعية في صنعاء مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة مازلنا في صنعاء ولكن في جانب اخر يظهر استمرار ميليشيا الحوثي في انشطتها في تغيير المجتمع حيث افادت مصادر تربوية ان الميليشيا بدأت بتنفيذ برنامج جديد يستهدف ارغام طلاب المدارس على تخصيص يوم في الاسبوع لزيارة قبر صالح الصماد في ميدان السبعين ووفقا لموقع رأي اليمن ميليشيا الحوثي تجبر طلاب المدارس بتخصيص يوم في الاسبوع لزيارة قبر الصماد ووفقا للمصادر فان مشرف الحوثي الزموا مدراء بعض المدارس بتخصيص يوم في الاسبوع لتنظيم رحلة للطلاب لزيارة قبر الصريع والقياد في ميليشيا الحوثي صالح الصماد الذي قتل بغارة لطيران التحالف في الحديدة في ابريل من العام الماضي وتصويرهم وهم يرددون شعار الموت الخاص بالميليشيا وبحسب المصادر التربوية فان البرنامج يشمل بالاضافة الى ذلك اخضاع الطلاب لمحاضرة تثقيفية يلقيها احد مشرف الميليشيا تتضمن تحريضا مذهبيا وتكفيرا لكل المختلفين مع الميليشيا واتهامهم بالنفاق والعمالة وتخوينهم واباحة دمائهم وتؤكد المصادر ان ميليشيا الحوثي بدأت بتنفيذ البرنامج على عدد من مدارس العاصمة الحكومية ابتداء من حج الجراف المعقل الرئيسي لقيادات الميليشيا ويتوجد فيه المقر الرسمي للمكتب السياسي كيف انتهت تجارب الحكم العسكري تحت هذا العنوان كتب احمد ماهر مقاله في العرب الجديد بشكل عام تعتقد انظمة الحكم السلطوية ذات الطابع العسكري ان اغلاق المجال السياسي او المجال العام هو الطريق الوحيد الى تحقيق الاستقرار ولمحاولة بلغ معدلات النمو المعود بها لذلك يستعاد بالحرمان من الحقوق السياسية بانجاز تقدم اقتصادي ولو سريعا لمحاولة ضمان عدم غضب الجماهير وقتا اطول فهي عادة تصل الى السلطة بعد انقلابات عسكرية نتجة ازمة سياسية وهزيمة عسكرية فتكون اعادة الاستقرار الذريعة الرئيسية وتقع معظم الانظمة السلطوية العسكرية في خطأ البحث عن نمو اقتصادي سريع من اجل تدعيم شرعيتها ولو بتحقيق اي نجاح اقتصادي من اجل تهديئة الجماهير واخماد مصادر المعارضة وهو ما يتزامن مع التوسع في القمع وانتهاكات حقوق الانسان لكن على المدى المتوسط تؤدي تلك الاجراءات الى تراكم الديون والحد من القدرة الاستيعابية للسوق المحلية ويصبح الامر كارثيا عند حدوث هزة اقتصادية عالمية او فقاعة عقارية او ازمة اقتصادية فينهار النظام الاقتصادي سريعا ثم تبدأ منظومة الحكم في التفكك خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والتي تقابلها الانظمة بقمع مفرط واسالب دموية ما قد يؤدي الى تصاعدها مرة اخرى بشكل يصعب السيطرة عليها في الارجنتين والبرازيل والشيلي وارغواي شاهدنا مراحل انتقالية بعد عشرات السنين من الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة شهدت المراحل الانتقالية اتفاقات لاقتسام السلطة واتفاقات للخروج الامن ومحاولة ضمان عدم محاسبة رموز النظم العسكرية على الجرائم التي ارتكبوها ضد الانسانية او معاهدات عادلة انتقالية بالاعتراف مقابل العفو ولكن في اخر المطاف تمت محاسبة المجرمين ولو بعد حين ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لمراسلها بالشرق الاوسط بيلترو ونشر مقتطفات منه موقع مسند للانباء ان ميليشيا الحوثي اخفت وعذبت عشرات النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن وانها ابتزت اهاليهن وبحسب تقرير حقوقي نقلته الصحيفة فان الاشهر القليلة الماضية شهدت قيام الحوثيين بحملة اعتقالات منظمة وجماعية للنساء بتهمة اخلاقية والتعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية التي يحاربونها في التقرير الحقوقي قال نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقرها في صنعاء ان النساء ارسلنا بعد ذلك الى المعتقلات السرية في العاصمة الصنعاء التي تسيطر عليها الحوثيون ووصلت الاندبندنت تنقل ما جاء في التقرير الحقوقي مشيرة الى ان محاميا يمنيا يعمل في مجال حقوق الانسان قال ان بعض النساء اخذنا من مقهى وحدائق عامة خلال الاشهر الماضية وبدأت عائلاتهن بالبحث عنهن المنظمة اليمنية ذكرت ايضا انها حصلت على معلومات جديدة تظهر ان المتمردين الحوثيين ينفذون فضائع بحق النساء مثل الاساء والتعذيب والاخفاء القسري للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية في وكالة اسوشتيد بريس الامريكية نشرت تقريرا عن فريق كرة القدم اليمني الذي شارك في بطولة اسيا لكرة القدم وقد نشر موقع مأرب بريس التقرير بعنوان المنتخب اليمني لاعبون يبحثون عن عمل ومدرب لا يدخل البلاد وبدأت الوكالة بالقول لم يكن مفاجأة ان خرجت اليمن من كأس اسيا بعد خسرتها ثلاث مباريات لكن التأخل للبطولة القارية للمرة الأولى كان إنجازا للبلد في قبضة ما تقول الأمم المتحدة أنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويفيد التقرير مع تعليق الدورية المحلي لكرة القدم في اليمن منذ عام 2014 وهو عام شهد انقلابا من الحوثيين وحليفهم السابق صالح على الدولة هناك فرصة قليلة لللاعبين من أجل الوصول إلى البطولة القارية للمرة الأولى تشارك معظم الفرق المؤلفة من 23 لاعبا في كأس اسيا من عمان وقطر حيث يوجد معظم الاتحاد ولا يوجد سوى تسعة لاعبين في تشكيلة اليمن محمد عياش حارس المرمى اليمني قال لوكالة أسوشتيد بريس لا يوجد دوري على أرضنا وهذا يؤثر على المنتخب الوطني بطرق مختلفة خاصة جسديا ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا لللاعب ضد فرق قوية مثل إيران مع لاعبين يلعبون في أوروبا ويفيد التقرير معظم الأندية لديها دخل ضئيل أو بدون دخل أصلا وغالبا ما تترك اللاعبين المحترفين للبحث عن عمل بديل عياش الذي وجد عملا في صناعة النفط قبل تأمين الانتقال إلى نادي أربيل العراقي في نوفمبر الماضي قال إن الإنقسامات السياسية في اليمن لا تنعكس على الفريق الوطني فقط بل تنعكس أيضا على الروح ونحن معا في هذه الرحلة إذا لم نكن موحدين لما كنا أيضا قادرين على المجيء إلى هنا على الإطلاق والمشاركة في بطولة آسيا المدرب سولوفاكي يان كويسيان قال ينص عقده على عدم دخوله إلى اليمن وقال أيضا مشكلتنا هي أن اللاعبين في الخارج لم يكن لديهم الوقت للتحضير ولا يمكن للاعبين في اليمن لعب كرة القدم حيث لا توجد مباريات في الدوري المحلي معركة الجميع تحت هذا العنوان كتب يحيى اليناعي مقاله في موقع الصحوة نت وأضاف فيه الغضب الذي نزل إلى الساحات قبل سنوات ينبغي أن يبقى وينتقل إلى الجبهات ويرتدي البندقية أو أن يتحول إلى عمل داعم للجيش والمقاومة إذ أنه بقدر الجهد المقدم من كل شخص يكون امتداد جغرافية النصر ولو كان هذا الجهد في حده الأدنى كاستعادة الشعور الإيجابي بالذات الوطنية وبالثورة والمقاومة والرفض الداخلي الاستكانة والتعايش مع سلطة العسف والقهر من المهم في أي معركة أن تكون روح المسئولية العامة عالية مستمرة فكلما اشترك الأحرار في كلفة النضال وثمن النصر زادت قدرتهم على مواجهة الأزمات والصعوبات وتضاءل تأثير المخططات الرامية لتحويل معركة استعادة الشرعية إلى حرب طويلة الأمان لا غالب فيها ولا مغلوب بالثورات يكون مشهد نهاياتها هو الأصعب ويتطلب جهدا وتجلدا أكبر أما البداية فقد يحسنها معظم الثور في تاريخ الأمم والشعوب لم تنتصر إلا ثورات التي لم يتوقف أثناؤها في منتصف الطريق وتشبثوا بالأمل والنضال ولم يسمحوا للخذلان واليأس أن يقتحم نفوسهم ويغيب بأسهم وشجعتهم لذلك أن موت أي ثورة لا يكون بسلاح العدو قوته بل بموتها في نفوس أبنائها إما أن تظل حية فيهم فلا يدركها الموت بل يدركها الانتصار لا شيء يسلم نضالات الشعوب للخسارة ويبدد تضحياتها كاليأس والبحث خارج الذات عن العوامل التي تتحكم في سير المعركة وربط النصر أو الفشل بما يفعله أو يتآمر به الآخر لا بما نفعله أو بما لا نفعله نحن أيضا صحيفة ليكو البلجيكية نشرت مقابلة مع المختص في الإسلام السياسي فرانسو بورغا تطرق فيها إلى بعض مما يجري في اليمن من وجهة نظره وردا على سؤال لماذا أصبح النزاع المستمر منذ أربع سنوات جزءا من الصراعات المنسية حيث أجاب بورغا أن ذلك يعود إلى عدم التماثل المطلق للجانبين المتحاربين في اليمن وليست بعيدة فحسبا هي فقيرة جدا يتكون خصومها من اثنتين من أغنى الدول العربية في المنطقة وردا على سؤال هل ترك الغرب هذين الحليفين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحرب التي تعصف باليمن قال إن الغرب يتعاون حيث يتم توفير معظم الخدمات اللوجستية العسكرية للتحالف العربي بالنسبة للفرنسيين كان ذلك بتوفير الصور العسكرية التي سمحت بالحصول على أهداف سهلت القصف الجوي وحول من يمثل الشرعية في اليمن اليوم قال الباحث الفرنسي الحكومة الشرعية من الناحية النظرية في يد الرئيس عبدربو منصور هادي المنفي في الرياض وما هو الآن إلا مجرد غطاء قانوني في أيدي الميليشيا ذات الأديولوجية السلفية الذين يتم تعيينهم وبتمويل من الإمارات للقتال جنبا إلى جنب وتحدث بوريا مضيفا لدينا قصة خيالية كاملة في الجنوب وفي المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون هناك مركزية أكبر للقرار السياسي الداخلي من ناحية أخرى انهارت البناء التحتية العامة للدولة أكثر حيث لم يعد موظف الدولة يستلمون رواتبهم منذ عامين أو أكثر في الجنوب كما في الشمال تطبق صيغة الدولة المفلسة بشكل خاص برأيكم ما هي العناصر اللازمة لإيجاد مخرج من الأزمة أجاب الباحث ينطوي الخروج من الأزمة أولا على سحب التدخل الخارجي الهائل بالطبع إذا كان هناك تدخل إيراني فإنه سيتوقف لكني أود أن يوضح لي أيضا مدى هذا التدخل الموقع الألماني دي دابليو تابع تقرير خبراء الأمم المتحدة إلى اليمن وعنوان الأمم المتحدة الحوثيون يمولون الحرب من مبيعات النفط الإيراني حيث قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الحرب إنها كشفت شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهة لبيع النفط الإيراني وتمويل المجهود الحربي للحوثيين وذكر تقرير للجنة الخبراء في الأمم المتحدة أن وقودا تم تحميله في مرفأ إيران در عائدات سمحت للمتمردين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن قالت اللجنة أيضا في تقريرها الأخير للعام 2018 إنها كشفت عددا قليلا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات ومستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات وكان الخبراء ذكروا أيضا في تقرير سابق أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار تقدمها إيران شهريا إلى المتمردين الحوثيين بلا أجندة ولا خريطة طريق تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين وقاله المنشور في صحيفة القدس العربي منذ أن أضاع العرب والمسلمون الزمان أضاعوا علاقتهم بالمكان فصارت علاقتهم بهم خيالية لا حقيقية وافتراضية لا واقعية لذلك نجدهم في صلب الزمان الآخرين ومكانهم ولكنهم خارجهما بعد الاستعمار التقليدي تلعب أمريكا الآن دورها في إبقاء العرب والمسلمين خارج الزمان والمكان لأن ذلك هو ما يسمح لها بإدامة قوتها الأسطورية في العالم المعاصر ويمنحها فرصة إطالة موقعها الرائد على المستوى العالمي وسط بروز التنين الأصفر الذي بات ينافسها في احتلال موقعها وهي لا تفعل كل ذلك إلى استجابة لمطالب ناخبيها أي لمواطنها حاول الديمقراطيون مع أوباما تغيير النظرة إلى أمريكا باعتبارها عدوة الشعوب لكن وصول الجمهوريين مع ترامب إلى البيت الأبيض أعاد إلى الواجهة أسطورة القوة الأمريكية ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذها إلغاء الاتفاق النووي مع إيران فعاد التاريخ إلى مجراه القديم في العلاقة معها وكل ما وقع في عهد أوباما الذي سهم في إعطاء إيران فسحة للمساهمة في الحرب على الإرهاب من خلال التمدد والتدخل في العراق وسوريا واليمن صار الآن قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء مع اقتراب اقتلع آخر الجيوب الداعشية في سوريا وليس الدعاء لانسحاب العسكري الأمريكي من شمال شرق سوريا أو البطء في تنفيذه بحجة ضمان القضاء النهائي على تنظيم الدولة سوى الإعلان غير رسمي عن نهاية خلق عدو وبداية اصطناع تصدي لعدو قديم هو إيران إنها دورة الزمن الأمريكي بالذاكرة القوية والطويلة الأمد وفي كل دورة زمنية يتم اختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب ومصطفاء جون بولتون ليجعله ترامب مسشرا للأمن القوم الأمريكي سوى استعادة لزمن القوة الأمريكية موقع البي بي سي البريطاني نشر تقريرا عن أصحاب أعمال ومصالح ومدراء مؤسسات يستحوذون على كل الدخل فيما يتركون القليل لموظفيهم وعنوا التقرير مدراء يتقاضون ما يعادل راتب موظفيهم السنوي في يوم واحد حيث أظهر تحليل أجرته مؤسسة بلومبرغ فجوة الأجور بين المدراء التنفيذيين والموظفين في 22 بلدا ووجد أن المدراء التنفيذيين يمكن حتى أن يحصلوا على ما يحصل عليها الموظف العادي في السنة بسرعة أكبر ففي الولايات المتحدة الأمريكية تظهر البيانات أن المدراء التنفيذيين الكبار يحتاجون لأقل من يومين فقط للحصول على أموال تفوق متوسط الدخل السنوي للموظف أما في الهند فيستغرق ذلك حتى وقتا أقل فالمدر التنفيذي العادي يكسب في غضون حوالي ثلث يوم أكثر مما يكسبه موظفه في 365 يوما أضاف بيزي غاتي الذي أصدر كتابا في مايو من العام الماضي بعنوان قصة الحد الأقصى للأجور ويقدم فيه حججا لتخفيض رواتب المدراء التنفيذيين ففي غالبية الشركات الرئيسية يحتاج الموظف العادي إلى العمل ثلاثة قرون لماذا؟ ليحصل على الأموال التي يحصل عليها مديره التنفيذي في عام واحد في مطاعم مكدونالز على سبيل المثال يحتاج العامل العادي إلى العمل لمدة 3100 عام جولتنا اليوم في الصور التي نشرتها وكالة سوشتيد بريس عن الحياة في اليمن خلال العام 2018 في عدة محافظات يمنية وأعاد الموقع بوست نشرها نتابع أهم هذه الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضا في جولتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة ماذا تقول لنا الرئيشة؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاركاتير التي نشرتها الصحف نتابع اشتركوا في القناة اذا بهذه المجموعة من الصور الكاركاتير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة لهذا المساء تقبلوا في ختام هذه الحلقات تحايا منتهي البرنامج الزميل السكر الصونيدي وكافة الطاقم الفني حتى الملتقى في كشك الصحافة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة